في التقرير الاحصائي لاوروبا يوروستات سنة الفين وستاشر نسب اولاد الحرام في دول اوروبا حل؟ خد يا سيدي في البلجيك الفين وستاشر تسعة واربعين في المية من الاولاد اللي بتولدوا ولاد ايه ولاد حرام في بلغاليا تمانية وستين وستة من عشرة في التشيك تمانية واربعين وستة من عشرة في الدانيمارك اربعة وخمسين في جيرماني في المانيا خمسة وتلاتين ونص في المانيا الموسعة خمسة وتلاتين ونص في استونيا ستة وخمسين في ايرلندا ستة وتلاتين في اليونان لانها محافظة ارثوزوكسية تسعة واربعة من عشرة. خلي بالك مكلمة بقولوا ده. دور بحافظ على دينهم. في اسبانيا خمسة واربعين وتسعة من عشرة. في فرنسا تسعة وخمسين وسبعة من عشرة. يعني نص فرنسا عيالها مولاد ايه? قولوا انت متطمنا ما بتعجمش عليهم ده تقريرهم. في كرواتيا عشان فيها الكاثولكية تمنتاشة وتسعة من عشرة. في ايطاليا مازالت برضو فيها محافظة تمانية واربعين وتسعة من عشرة. في كوبروس تسعتاشر واحد من عشرة. وهكذا دواليك. عندك في لوكسنبورد اربعين. في الماجر ستة واربعين. في سلوفينيا تمانية وخمسين. هات بقى الاقل مش هتلاقي يمكن الاختنشتاين اتنين وعشرين. وبولندا خمسة وعشرين. بولندا فيها يمين او جنيسة قوي. ده كله اتعمل اوكرانيا فيها عشرين. ارمينيا تلاتة وتلاتين. انا بديك ارقام من واقع الاعصاء بتاعهم. تعال ابص بقى على ولاد الحرام في العرق. في العرق. البيض. سنة الكلام ده ما بين الف وتسعمائة وتسعين والفين وستاشر. يعني حوالي ستة وعشرين سنة. فارق. كان نسبة ولاد الحرام بين البيض في اوروبا خمستاشر. النهاردة بقت كام? او سنة ستاشر ستاشر كانت كام? تمانية وعشرين في المية. كانت ما بين المختلطين الهسبانيك اللي هم الاسبان والامريكان اللاتينيين. اربعة وتلاتين بقى اتنين وخمسين. بين السود في اوروبا كانت النسبة سنة تسعين تلاتة وستين في المية والنهاردة تسعة وستين او مش النهاردة سنة الفين وستاشر. تعاشوا في التعليم. تعاشوا في آآ نسبة المتعلمين دول المتعلمين وغير المتعلمين. اللي هما اقلي من السنوية العامة النسبة مرتفعة. وبعد ذلك اللي اخادوا السنوية العامة واخده لك برضو النسبة مرتفعة بس اقل وبعدين درجة البكالوريوس اه او في مرحلة البكالوريوس في مرحلة الجامعية ارتفعت اكتر قلت ما بين البيض وزارة ما بين السود انما لما بقى اخدوا البكالوريوس النسبة قلت لان المجتمع بيتعلم فيتنور احنا بقى عاوزين نعمل ردة عشان نبقى صف مجتمع جاهل فنقول له ايه روح يا عم وخلف لك عيلين وفتاع كده وربنا هيرزقك برضو والسيسع يرزقك قادر قصة ده مجتمع بيعاني نفس التجربة عاوزينها عندنا الجماعة عاوزين التجربة عندنا يدخلوا عندنا بقى ايه تجرب وتتجوز ما تتجوزش يا حرة وتختلط الانساب بعدين ممكن بعد كده تكشف ان انت متجوز ليه اختك او ان انت انت معاها اختك ما تعرفش دي حرب الدين في تمامها ربا الديني بنوك رباوية انت عمرك سمعت ان فيه بنك اسلامي في السعودية يا رجل ايب ده فيه بنك رجحي ده اللي كان مصرف كان آآ كان صرافة تحول لبنك البنك الوعيد اللي بيسمى بنك اسلامي في السعودية هو ده دولة الشريعة ولما حابوا يعملوا بنك فيصل الاسلام عملوه فين في مصر عندنا بالمناسبة مانوش فرع كان من زمان او ما كانش له فرع ليه ايه دي دول لا 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 عقب الاسلام ولا بحاجة طب انت مثلا انا شفت في السعودية مثلا مش كان بيقول لك اللحية والكلام ده لهم حزب النور والجامية ولابد ده او اخي المسلم والكلام صح ده كلام سليم حق عمركش طلع بيان مثلا من الشيخ فلان الكبير اوي في السعودية قالوا للملك عبدالله انت بربي ساكسوكا ليه مش كده غلط مش عيب المفروض ان انت حضرتك تربي ده انا كاملة صح ولا لا انما كانوا ده وراء الاخوان لما كانوا بيخفوا لحاهم بيقول لك شوف الفاسق شوف المبتدع طب شفت الملك طب الملك لابس ومدلد لسيابه صح فاكر انت يقول لك ايه انت لابس مانطلون يخرب بيه تك هتخش جهنم وكل صنطي بحوالي فتنام في جهنم ما عرفش كامل ده مين بس يعني لان في نفي واضح وتخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في زارك ابو بكر قال يعني انت لا تلبسه يعني كبرا او خيالاء لكن انت شايف الدين بيتلاقي فيه ازاي اهو اللي فضلنا بعد هدم الوهابية على الدماغ اللي عملوها فضل الاظر وهو المؤسسة الوحيدة الباقية لانها مؤسسة علم ركز معا مؤسسة ايه انتاج علم ومعرفة حقيقيين